عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً لمتابعة التحضيرات الخاصة باستضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي في دورة الثانية عشرة والمقرر أن تستضيفها القاهرة خلال شهر نوفمبر المقبل وخلال الاجتماع أبدى مدبولي الاهتمام بمختلف الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بعقد المنتدى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية كما أكد مدبولي أهمية الاستمرار في متابعة مختلف الأعمال والإجراءات والترتيبات اللوجستية والتنظيمية والإعداد الموضوعي المتعلق باستضافة فعليات المنتدى وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية وصولاً للانتهاء من تلك الترتيبات اللازمة وفقاً للتوقيتات المقررة وبما يضمن ظهور المنتدى بالصورة المشرقة التي تعكس قدر مصر ومكانتها وقدرتها على تنظيم مثل تلك الفعليات الدولية ترجمة نانسي قنقر